المتحدث الأمني المصلين بمسجد المشهد بحي الدحظة بمدينة نجران من أداء صلاة مغرب اليوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر محرم لعام 1437 للهجرة وعند شروعهم في الخروج من المسجد أقدم شخص يرتدي حزاما ناسفا بالدخول إلى المسجد وتفجير نفسه بينهم مما نتج عنه استشهاد أحد المصلين وإصابة عدد منهم ونقلهم إلى المستشفى وقد باشرت الجهات الأمنية المختصة في إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية والله ولي التوفيق مشاهدين الكرام أجدد بكم الترحيب وكذلك أجدد الترحيب بضيفي في الاستيديو الأستاذ خالد الغنامي كاتب ومحلل سياسي أستاذ خالدهن ومرحبا أحييك الله السلام أستاذ الرحمن سيد خالد المتحدث الأمني وهذا البيان لوزارة الداخلية هذه الأعمال الإرهابية المجرمة التي وصلت إلى بيوت الله ماذا يراد منها؟ والله بلا شك كان الإرهاب لا دين له الإرهاب ليس لديه خشية الإسلام ولا خشية المسلمين وهو أعمال إجرامية يقوم بها أناس غسلت دماغتهم وهم مجرمون يلبسون ثياب الدين وبالتالي فقتل المسلمين في المساجد هو بالنسبة لهم عمل مبرر لأنهم كيفوه ووجدوا لهم المبررات التي تبرر لهم مثل هذه الأعمال الشنيعة بالنسبة لكل مسلم بل لكل إنسان لديه ضمير يستنكر مثل هذه الأفعال الإجرامية لكن هؤلاء أناس خصوصا الشباب منهم الذين يقومون بهذه العمليات غسلت دماغتهم بطريقة ماكرة جدا وملئة بالخداع واستخدام الكثير من النصوص التكفيرية وإن هؤلاء كفر وإن هؤلاء مرتدين وأن الكافر المرتد قتله أولى من قتل الكافر الأصلي وأفكار في المنتهى الغرابة أستاذ عبد الرحمن إذا حاولنا نتطرق لأفكار أصحاب هذه المذاهب الخارجية الخوارج طبعا لهم تاريخ قديم جدا منذ بداية الإسلام إلى الآن ولديهم مثل هذه الأفكار التي يقفل واحد متعجبا منها مثل قضية أقتل المرتد قبل أن تقتل الكافر الأصلي فيستبيح قتل الإنسان المصلي لا شك لهم منظرين لهم منظرين ولهم أناس يعني يعتبرون بالنسبة لهم طلبة علم ويرون أن هؤلاء مشايخهم لكن هؤلاء ليسوا بمشايخ هؤلاء من أجهل الناس ومن أكثرهم إجراما ومن أكثرهم إرهابا سيد خالد تنوع الأعمال الإرهابية وجدناها في المنطقة الشرقية في العاصمة الرياض هنا في أبهى قبل فترة الآن في الأجران تنوع هذه الأعمال الإرهابية والله عموما هو الهدف ضرب المملكة وكما قلنا يعني الإرهاب لا دين له هو لا يعترف بأحد لا يعترف بدين منهم في الشرقية ولا في الجنوب ولا في الوسط ولا في أي مكان من بقاء المملكة هم يعتبروننا مرتدون وبالتالي دماؤنا مستباحة بالنسبة لهم وبالتالي مساجدنا أيضا مستباحة بالنسبة لهم وبالتالي أنت أمام أناس يجب القضاء عليهم عدم التفاهم معهم يجب سحقهم ويجب القضاء عليهم هذا الحل الوحيد الذي يمكن أن تتعامل معه مع أناس من هذه النوعية سيد خالد يعني عادة من يقوم بهذه الأعمال الإرهابية أو المنظرين لهذه الأعمال الإرهابية المجرمة عادة ما يرفعون شعارات وأعلام إسلامية نعم يعني هو قضية التمظهر بالإسلام أو رفع شعارات الإسلام يعني ليس من كل يعني ليس حقا لكل أحد أن يدعي أنه يمثل الإسلام يعني قد تتقبل أنت من يختلف معك في فهم بعض القضايا الفقهية من الفرق الإسلامية تتقبل يعني ما يمكن أن يتقبل مدام أنه في ظل التعايش تحتمي ظلة الوطن الواحد لكن أن يأتيك شخص ويقول لك الدين يقول لي أن يقتلك الدين القرآن يبيح لي أن أفجر المسجد بمن فيه هنا يجب أن تقول أنت لا تمثل الإسلام أنت تمثل الفكر الخارجي الذي كان للإسلام وللمسلمين تجربة معه منذ 1400 سنة وإلى الآن يعني الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروا كل الصحابة وقتلوا بعض الصحابة وبقوا طوال هذه الفترة منذ خروجهم على الصحابة إلى مرورا بالعصر الأموي والعصر عباسي وما بعده إلى زمننا المعاصر يعيشون كل لصوص على ضفاف الدول الإسلامية التي كانت موجودة وكانت يعني منتشرة في كل البلدان العربية والإسلامية كانوا يعيشون على الضفاف ينتظرون فرص لضعف تلك الدول فيقومون بذبح الناس وقتلهم واستباح الدماء ومنذ تلك الفترة المبكرة كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد أنه هذا كافر مرتد يقصدون المسلم الذي يصل للصلاوات الخمس وكانت يعني تلك الدول الإسلامية تتصرف بما يجب أن يتصرف به أي قائد للمسلمين أو زعيم المسلمين كان يتعاملون معهم كالمجرمين وكانوا بالفعل يتصدون لهم ويلاحقونهم ويطاردونهم ويقضون عليهم لكن يعني بعد القضاء على كل فرقة تظهر فرقة أخرى وهكذا سيد خالد خطر هذه الأعمال الإرهابية أو منظري هذه الأعمال الإجرامية على الشباب يعني على صغر السن يعني وقف مثل هذا الاستقطاب لصغر السن والله يا أخي قلوبنا تأسى وتتألم كثير على صغر السن يعني أنا من برنامجك ومن هذا المنبر ونبه كل الآباء والأمهات على أبنائهم خصوصا يعني هؤلاء الشباب الذين يصلون يعني وصلوا إلى مرحلة 16 سنة إلى إلى 22 سنة يعني بعد هذا السن خلاص هو رجل ما تستطيع أنك تتحكم فيه لكن هذه المرحلة يعني مرحلة الذهاب للمدرسة الثانوية هذه مرحلة خطيرة جدا هذه مرحلة يجب أن الوالد بالذات الوالد وكذلك الوالد أن يكون لديهم جهد مشترك ومنسق للانتباه للأبناء والانتباه لما يدور في أذهانهم من أفكار لأن الشاب في هذه الفترة عاطفي مندفع يشعر بالرغبة في الإنجاز يشعر بالرغبة في أن يكون مختلف يشعر بالرغبة أن يقول للناس ها أنا ذا فهو لدي حماس كبير واندفاع شديد وقوة وصحة وشباب وليس هناك تجربة في الحياة يخدع بسهولة ممكن يعني بكلمتين ممكن يعني أحدهم أحد هالمحنكين المتعودين على تكوين الخلايا وصناعة الخلايا الإجرامية بإمكان أن يضحك عليه بإمكان أنه يركز على سلبيات معينة يركز على أخطاء معينة يركز على مشاهد معينة يستثير عواطف وانظر ماذا يفعل بالمسلمين كذا مثل هذه الشعارات التي تجعل هذا الشاب الصغير يكاد ينفجر من العضب ثم يتصور أن هذا المنظر هذا الذي خدعه وضحك عليه يتخيل أن هذا هو أطهر عباد الله واصدق عباد الله هذا الرجل الصادع بالحق هذا الصادق بينما في الحقيقة هذا شخص يستخدمه يستغله لتحقيق أهدافه الشخصية التي طبعا ليست أهدافه كفرد وإنما أهداف جماعات أهداف أحزاب أهداف توجهات القاعدة داعش مثل هذه التنظيمات هي تسعى لاستخدام الشباب استغلالهم ليقوموا بأعمال إجرامية ضد أوطانهم لأنهم لا يستطيعون النفاذ بسهولة إلى الوطن الحمد لله لدينا رجال الآمن وسلاح الحدود وأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية تمنعهم لكن هو يحاول أن يغزوك من الداخل يحاول أن يسخر بعض أبناءك بعض أبناء الوطن بعض أبناء البلد ليرتكبوا جرائم ضدها وهذا ما يجب أن نتصد له بكل شراسة وأن ننبه الشباب وأن نذهب للمدارس وأن نتكلم في خطب الجمعة ومن عبر القنوات يعني قنواتنا التلفزيونية وتوضيح هذا الخطر الخطر الداهم الذي يجب أن يكون التصدي له بكل قوة بكل حزم أستاذ خالد يعني الآن هؤلاء الذين يقومون بهذه العمال الإرهابية يرتدي حزاب ناس يذهب إلى المكان الذي يريد في عمل هذه العملية الإرهابية بتوجيه من المنظرين والداعمين لهم يعني ما فيه القدرة العقلية القدرة الذاتية القدرة يعني نقول أن يقول لماذا هذا ألوى أن تنفذ فقط لا غير نعم يا أخي عبد الرحمن السن صغر السن هذا مشكلة كبيرة يعني الشاب في مثل هذه السن 17 18 أو حتى 20 يعني لا يملك القدرة النقدية أو التحليلية لما يسمع هو فقط يملك العاطفة العالية يعجب برمز معين يعجب بشخص معين يقدم له هذا الرمز على أنه البطل يقدم له هذا الرمز على أنه هو المتبوع الذي يجب أن يطاع وأنه هذا هو الصادق وأنه هذا كذا وكذا فيتحمس هذا الشاب الصغير الذي قلنا سابقا أنه لا يملك أي تجربة في الحياة لم يعرف الحياة بمسراتها ومضراتها بحلوها ومرها هو لا يعرف الكثير عن هذه الأشياء هو ما زال غضب وما زالت تجربته ضعيفة وما زال خلينا نقولها بصراحة ما زال عقله صغير نعم يعني نحن نستخدمها من ناحية مجازية المقصود أنه ليس لديه تجربة تمنح هذه القدرة على النقد والنظر في يعني هذا الخطاب الذي يوجهه بهذا الشكل قليل جدا من الناس من يملك هذه القدرة النقدية وبصراحة يعني هذه تراحي يعني أنا أعتقد أنها من الأشياء التي يجب أن نلتفت لها أنه تعزيز القدرة النقدية لدى الشباب أنه مثل هذه الخطابات وتعزيز الانتماء الوطني أيضا بلا شك بلا شك في ظل هذه الأعمال وهذه الأعمال الجرامية الإرهابية التي يعني تتنوى في شتى المناطق يلسى موجهة لفئة معينة وما هي ضرب خلخلة الأمان مسألة الوطنية أنا أتصور أنه يعني تحتاج إلى أن نعيد طريقة تدريسها لأبناءنا يعني حقيقة يجب أن نعود مرة ثانية يعني نحن نعلم أنه سبق قررت مادة الوطنية في المدارس لكن كان فيه يعني رافض من بعض الجهات وعدم قبول للفكرة وأنا أقول يعني يجب أن نعيد النظر ونقول للجميع يا جماعة الخير من المهم جدا أن يدرك كل فرد من أبناء هذا المجتمع أهمية هذا الوطن الذي يجمعنا وأن من مصلحتنا جميعا أن نحرص عليه ومن مصلحتنا جميعا أن نعلم أطفالنا منذ الصغر حب الوطن والقيمة العظيمة لهذا الشيء الذي نسميه الوطن المملكة العربية السعودية هذه أرضنا وهذه حدودنا ونحبها ونحب ترابة ونحب كل بقعة وكل مدينة وكل قرية وكل هجرة فيها يجب أن يكون هذا شعور الجميع وأن لا يكون هناك اعتراض على هذا بالعكس يجب أن نحيه في طلابنا يجب أن نحيه في المدارس وفي كل على كل الأصعدة أن نحيي محبة الوطن وأن لا يكون هناك يعني شيء مثلا شعار الأمة مثلا على سبيل الموضوع نحن ننتمي للأمة الإسلامية بلا شك وهذا على العين والرأس لكن لا يقدم هذا على المملكة العربية السعودية صحيح يعني لابد أن تعزز الوطنية أيضا تعزز مفاهيم الدين الإسلامي الدين الوسطية الدين الاعتداء المؤتد الدين الذي دائما يدعو إلى العدل دائما يدعو إلى المساواة الدين الذي يدعو دائما إلى عدم قتل الآخرين عدم العبث بالآخرين عدم العبث بمقدرات الوطن حقيقة يعني لعلنا يعني نعود لهذا الموضوع مرة أخرى ونناقش هذه حقيقة التي نأسف لها ويأسف لها الكل لهذه الجرائم الإرهابية التي حقيقة يعني تسيء للوطن وتسيء يعني لكل من يعمل هذه الأعمال الإرهابية الخارجة عن الدين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداء هذه العمليات الإرهابية وأن يشفي مصابي هذه العمليات الإرهابية وأن يحفظ وطننا إن شاء الله من كل شر ومكرور لعليل أستاذ خالد أعود إلى موضوع الحلقة من خلال برنامج الحدث وهو التطورات في اليمن اليمن بدأ يعني بدأت عاصفة الحزم وسببها عودة الشرعية لليمن أيضاً إيقاف هؤلاء المتمردين الحوثيين أيضاً المخلوع علي عبد الله صالح ومن معه من حاشيته وأبنائه أهمية الآن طلب قرار والحوثي يماطل والمخلوع يماطل أهمية تنفيذ تنفيذ قرار مجلس الأمن نعم عشرين ستعاش بالنسبة لكاسة على إحلال يعني على الإحلال إحلال الاستقرار في اليمن يعني أدنا يعني نعطي صورة للمشاهد عن ماذا يعني عشرين ستعاش هو الذي حدث أنه لما حصل الانقلاب على الشرعية في اليمن بظهور هذه الفئة المسمى بالحوثيين وابتلاعها لقمة كبيرة عليها والتي هي اليمن الحوثية جماعة صغيرة جداً يعني واليمن مليئة بأطياف كثيرة وقبائل كثيرة وشعوب كثيرة لكن فجأة برزت هذه الفئة وأصبحت هي من تملك القرار في اليمن وحصل في أيامها غلطة من الأمم المتحدة ألا وهي الاعتراف بمحضة فالقرار 22-16 هذا ينقض ذلك القرار ينقض الموقف الأول الذي يقبل ويؤيد يعني يؤيد الانقلاب القرار 22-16 يدين هذا الانقلاب ويؤيد عودة الشرعية إلى الرئيس اليمني هادي هذا إنجاز كبير حققته المملكة ليس في المجال العسكري بل في المجال السياسي والدبلوماسي الحمد لله يعني المملكة حقيقة في هذه السنة يعني في هذا الحرب منذ ابتداء عاصفة الحزم كان لها نجاحات على الصعيد العسكري وعلى الصعيد السياسي وهذا من نجاحاتها السياسية هو إصدار هذا القرار 22-16 الذي يلغي ما قبله القرار السابق ويرفض الاعتراف بالحوثية ومن يقف وراءها ويعود إلى الشرعية شرعية اليمن هذا بحد ذات إنجاز يجب أن نعترف أنه كان إنجاز عظيم أستاذ خالد يعني مثل هذه القرارات يعني لابد أن تكون ملزمة يعني المماطلة الآن ومجلس الأبن الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمماطلة يعني من أشهر عديدة لتنفيذ هذا القرار يعني هو القرار طبعا لا مثل هذا القرار إذا يعني خصمك يرفض الاعتراف أو يرفض ويستخدم القوة لا بد أن يرضخ بالقوة الآن هذا ما تفعله قوات التحالف المملكة العربية السعودية والإمارات ومن معهم من إخوانهم نعم انضمت لهم الآن السودان أيضا مؤخرا هدفهم هو إخضاع هؤلاء المتمردين للشرعية وهل هم جادين أستاذ خالد الآن يعني في تنفيذ هذا القرار هل هناك جدية بالنسبة للمخوة التحالف هو المتمرد يعني ينفذ هذا القرار لا هو سيجبر على قبوله هو الآن يعني فيه حديث عن عودة للمفاوضات عن طريق مجلس الأمم المتحدة مجلس الأمن من الأمم المتحدة من اليوان على شأن تروح أصلا لأمم المتحدة وتتفاوض لا بد أن تعمل إنجاز عسكري أولا بمعنى أنه لا بد أن تحقق إنجازات عسكرية ثم تذهب إلى الدبلوماسية وتفتح الباب للحلول السياسية وهذا ما فعلته المملكة والحمد لله على هذا أنه عاصفة الحزم التي كانت التي كانت مفاجئة للعالم كله صحيح كانت سعي في هذا الاتجاه أن تحقق الانتصال العسكري ثم تتوجه إلى الدبلوماسية والبحث عن الحلول السياسية وهذا ما تم إلى الآن والحمد لله المملكة يعني أنجزت في ستة أشهر ما تحقق دول أخرى في سنوات طويلة يعني حيث تقف الحرب الآن هذا إنجاز عظيم طيب أستاذ خالد يعني الآن نرى هذا الكم الهائل من هذه الأسلحة ومنصات الصواريخ عند المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين هذا الكم الهائل يعني هل هناك دعم لهذه المليشيات والله أنا الصواريخ عبد الرحمن لأنه الآن لا يمكن يصير في دعم لماذا؟ لأنه الآن الفضاء في اليمن مغطى تماما بالقوات الجوية السعودية وكذلك البحر أيضا تتصدى البحرية السعودية لعدم وصول الأسلحة والسعودية صارمة وواضحة وكانت رسائلها خلينا نقولها بصراحة لإيران كانت رسائل واضحة وصريحة فإنها لن تسمح بأي بدد يصل من إيران لليمن وهي الممولة الوحيدة إيران لهذه الحوثي والمخلوع صالح وهي لها مقامة فيما نعلم أن إيران نعم هي الممولة لكن من أين يأتي السلاح؟ السلاح الموجود هو سلاح متكدس في اليمن اليمن مليئة بسلاحة خبد الرحمن يعني كمية من الأسلحة ومن كل الأنواع وأسلحة متطورة وصواريخ باليستية أسلحة رشاشات لكن هذه منصات صواريخ قاذفات صواريخ موجود في اليمن كل شيء منصات صواريخ وقاذفات صواريخ وصواريخ باليستية وقطع من الأسلحة العادية بكميات مهولة عند الحكومة عند الحكومة وعند القبائل وعند الشعب وفي كل مكان فاليمن ممتلئة بالأسلحة لكن مسألة أن يصلهم الآن أنا أشكك في مدى صحة القول أنه يمكن يصلهم الآن إمداد ما أتصور طيب سيد خالد دور القبائل القبائل اليمنية لابد أن يكون لها دور إيجابي في دحر هذا المتمرد الحوث والمخلوع صالح طبعا مع ما تقوم به قوات التحالف أهمية هذا الدور لهذه القبائل اليمن والله مهم وجوهري كثير مهم القبيلة في اليمن مهمة جدا يعني عامل كبير وعامل مهم وفي تصوري ربما من الواجب اللانا فلعنهم أن يكون هناك تواصل معهم وأن نوضح لهم أنه ليس من مصلحتهم أن يقفوا لا مع صالح ولا مع الحوثيين ولا مع مصلحة اليمنيين هي مع الشرعية مع الرئيس الذي اختاره الناس والذي يحتفظ بعلاقة ممتازة مع المملكة العربية السعودية مصلحة هذه القبائل أن تكون عونا للرئيس في خطه الإصلاحي وفي خطه في ما تقرر من إعادة الأمل وإعادة التعمير وإعادة الأمل إلى يعني عودة اليمن إلى أفضل مما كانت عليه نعم سيد خالد يعني المقاومة الشعبية والجيش اليمني له دور كبير في يعني ما تحرر من مدن ومن محافظات استمرارية هذه المقاومة من أين تأتي استمرارية هذه المقاومة هل هي من القبائل مثلا ما تحدثت عنها يعني الآن احنا مثلا لنقول صنعة وضع القبائل المحيطة بصنعة كيف تتعامل معها يعني ممكن أن تكون هذه القبائل مدخل لتحرير صنعة نعم بالنسبة يعني المقاومة امطلقت من عدن نعم من الجنوب لكن حقيقة إلى هذه اللحظة نحن نراهن على الشماليين الذين لا يرون مصلحتهم لا مع صالح ولا مع الحوزي وإنما هم يعني طرف محايد نحن نراهن عليهم ونعتقد أنه من مصلحتهم ومن مصلحت اليمن أن يكونوا مع قوات التحالف وقوات التحالف في النهاية تهدف إلى مصلحة اليمن وإصلاحه ولا تهدف أبدا إلى تدميرها أو الحاق الضرر به من أضروا به هم علي عبدالله صالح رقم واحد قبل الحثين وقبل أي شخص آخر هو من دمر اليمن هو من يتعامل بطريقة المواربة والمراوغة والاحتيال على الجميع حتى ألحق بالبلد هذا الدمار الشامل الذي أصابه ثم في الأخير سلمه للحثين بهذه الصورة المهينة لمجرد أن الشعب رفضه يعني لو كان إنسانا شريفا أي إنسان يحترم نفسه عندما يشعر أن الناس لا يريدونه في بلد انتدار و أخذ من اليمن ما أخذ بعد ما أخذ من اليمن يعني كل خيره نعم يعني كان المفروض أنه يعني يأخذها بكرامة ويرحل لكنه لم يفعل هو أتى إلى المملكة العربية السعودية وعولج هنا في المستشفى العسكري وكان مصاب بحروق وإصابات شنيعة ويعني عندما رأى الناس الأطباء حالته وقالوا هذا شخص خلاص انتهى يعني لكن يبدو أن الطاقة الشريرة الموجودة فيه لا تريد أن تنتهي فعاد إلى اليمن لا يحمل رغبة سوى رغبة الانتقام من اليمن ومن أهل اليمن وهذا ما فعله وكل هذا يدعونا إلى السعي الحثيث ليقاف هذا الشخص عند حده نعم أستاذ خالد يعني المقاومة الشعبية في اليمن والدور الذي تقوم به كيف يعني حقيقة نريد أن نتحدث عن هذه القوة للمقاومة الشعبية في التحرير وفي صد هذا العدوان من الحوثي والمخلوع صالح والله لا شك يعني إنه هو المقاومة الشعبية انطلقت من عدن ويعني ربما أن عدن ليست يعني لا تحمل ليست منطقة سلاح يعني منذ قدم تاريخها لكنها بدأت بداية جيدة ووصلت الآن إلى مراحل جيدة جدا ونتمنى أن تصل إلى درجة الامتياز في الإنجاز على الأرض ونتمنى لهم يعني نتمنى من حكومتهم أيضا أن تدعمهم بشكل أكبر مما هو موجود الآن وأن تكون حاضرة معهم وأن يكون هناك يعني على الأقل النائب الرئيس يكون معهم مثلا في دعمهم وتأييدهم وحضوره معهم بشكل مستمر وكما قلت لك يعني حقيقة السلاح والتاريخ القتالي موجود في الشمال يعني هم الحقيقة يعني أنا شخصيا أتمنى أن يكون لهم دور وأتمنى أن يكون يعني لهم موقف يسجل لهم بأنهم وقفوا مع اليمن ولم يقفوا مع شخص دمر اليمن سيد خالد يعني تعز الآن هناك مأساة إنسانية كبيرة الحوثي والمخلوع صالح يعني أسلحة ودمار ودائما الاعتداء على الأسواق على المنازل من جراء هذا القصف هذه المأساة الإنسانية يعني المخلوع صالح والمتمرد الحوثي وهذا القتل يعني ألا يوصل لهم إلى مرحلة يعني من ولنقل مرحلة من التفاهم مرحلة من الانقياد للتفاوض أخي أدرى ما هؤلاء مجرمون يعني لا يمكن أن نتوقع من المجرم أن يكون متفهم لمأساة المساكين والضعفات هم الآن ينادون إلى التفاوض والقبول يعني من باب المراوعة السياسية كل ما يفعله علي عبدالله صالح من ظهوره الأخير هذا الظهور الفضيحة حقيقة أنا أريد أن أقول أن الفضوح الظهور الذي ظهره في الفترة خير كان مهزوزا وكان متغيرا وكان ضعيفا وكان يعني يثير الضحك ولكنه أيضا عودة لدور التهريج الذي يقوم به هذا الرجل ليس بجد ولا يحمل أي رغبة في الصلح ولا يرغب حقيقة في حل المشكلة ولا يرغب أيضا في الخروج من اليمن هو يقوم فقط بالمراوغة ومحاولة كسب الوقت ومحاولة يعني كسب تعاطف الناس هذا شخص ألعبان يعني يمارس دور الألعبان لكن هذا الألعيب لم تعد تجدي خصوصا ويعني الآن اتضحت الأمور وأصبحت يعني والحمد لله القيادة عندنا مدركة لهذا الشيء وتعرف أن هذا الشخص وجوده لن يفيد اليمن ولن يكون في صالح استقرار البنطقة اليمن يا أخي عبد الرحمن هي عمقنا الاستراتيجي ويعني لا يمكن لنا أن نسمح لعمقنا الاستراتيجي أن يكون مخترق على يد علي عبد الله صالح أو إيران أو غيرهم هذا من واجبنا من واجبنا أن نحمي جيراننا ونحمي بلادنا أيضا لأنها أي شيء تتأثر به اليمن المملكة أكيد أنها ستتأثر به أيضا فمن الشيء الطبيعي أن تتصدى القيادة بهذا الشكل الحاسم الحازم لما كان يحدث في اليمن وها هي الآن قد طهرت المنطقة تقريبا هل تعلم أنه الآن تم استعادة 75% من اليمن من القوات التي كانت اليمن كان مختطف بقي 25% المعركة الآن في تعز ونحن الحمد لله مقاومة قصر الجمهوري آخر التطورات ندعو لجنود لأن ربنا كما يوفقهم في حسم معركة تعز لأن معركة تعز مهمة جدا يعني لن يبقى بعدها إلا تحرير صنع تعز مهمة جدا وتم يعني تهميشها وكثير من مشايخها وعلماءها سحلوهم الحوثيين وعلي عبد الله صالح من المهم أن نستعيدها ماديا ووجدانيا بث القوة المعنوية فيها وتحريرها وإعادة كرمتها وإصال المساعدات وإصال المساعدات والمعونات الإنسانية لها يعني أنا ذكرت الآن إصال المساعدات أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعني يقوم بدور جبار في إصال هذه المساعدات للشعب اليمنى سواء في عدن سواء حتى يعني وصلت إلى تعز في مأرب في أهمية استمرارية دور هذا المركز في إصال هذه المساعدات وهناك إشادة حقيقة يعني عالمية بما يقدم هذا المركز الملك سلمان هو يعني معركتي الملك سلمان هي عاصفة الحزم ثم إعادة الأمل إعادة الأمل يشمل طبعا عاصفة الحزم وانتفاضة على الوضع الذي كان قائم وسحقه وتسويته بالأرض إعادة الأمل إتمام هذا المشروع وجزء منه الإعانات ومساعدة المتضررين من اليمنيين والذين يعني رزحوا تحتها هذا الاختطاف وهذا الانقلاب الشرير هذا جزء من العملية والمملكة الحمد لله يعني لديها تاريخ طويل في موضوع الإعانات والعمل الخيري وكثير من الشباب يعني والجهة الرسمية وغيرها يعني لهم جهود الحمد لله الكل يعرفها وصلت الأوروبا وأفريقيا وكل مكان في العالم يعني الشباب عندنا ما شاء الله تمرسوا على العمل الإغاثي يعرفون ماذا يصنعون والحمد لله وهذا كله بمباركة الملك سلمان الذي يرعى ويدعم مثل هذا التوجه نعم سيد خالد قوات التحالف دائما تستهدف مواقع حساسة ومواقع مهمة لنقول تضعف قوة المخلوع صالح ومن معه ومن أبناء وحشيته والمتمردين الحوثيين القضاء لهذه القوة المراكز الحساسة أهميته في ضعف هذه القدرة لدى المخلوع ولدى المتمردين الآن يجب أن ننظر فيما تم إنجازه قوات التحالف دمرت كل الصواريخ الباليستية الموجودة في اليمن المنصات ضربتها مراكز القيادة ضربتها مراكز العمليات التي ينطلق منها هؤلاء المجرمون تم التشويتها بالأرض القيادات والعملية لكن هناك أسلحة نعم الأسلحة موجودة بكثرة في اليمن كما قلنا وهناك قيادة تركض وتفر في الجبال وتعطي الأغامر ربما بوسطة الأجهزة اللاسلكية والموبايل ويرض المقصود أنه المعركة الآن والحمد لله على وشك أن تحسن يعني كما قلت لك الآن تحرير 75% من اليمن هذا إنجاز عظيم في ستة أشهر هذا إنجاز كبير جدا يا أخد الرحمن وأنا أتصور أنه لن يطول الأمد إن شاء الله وسنرى اليمن كلها محررة وتعود لها الشرعية قريبا بإذن الله إن شاء الله أستاذنك أستاذ خالد أنت ومشاهدين الكرام ونستقبل الدكتور فيصل العواضي محلل سياسي يمني دكتور فيصل مساء الخير مساء الخيرات عليك وعلى ضيفك الكريم والسادة المشاهدين أعلن دكتور فيصل كيف ترى إلى هذه التطورات المتتالية للمقاومة الشعبية والجيش اليمني ومساندة قوات التحالف في التقدم رويدا رويدا مع المحافظة على الأماكن الحساسة في اليمن التي تهم الشعب اليمني لكن في المقابل القضاء على هذه الأسلحة وهذه الترسانة للمخلوع والمتمرد أولا يا سيد الكريم يقول رسول صلى الله عليه وسلم للباطل صولة ثم يضمحل فعندما انطلقت عاصفة الحزم كانت يعني إذانا بنهاية التمرد والمتمردين لأنهم يقومون على باطل وعاصفة الحزم نافع عن حق الشعب في الحياة وحق الناس الأبرياء في أن يعيشوا آمنين في مواطنهم في أن يكون لهم مستقبلهم في أن تكون لهم دولتهم طبعا الصعوبة تكمن في التقدم كما قلت رويدا رويدا في أنه ليست هناك حرب شاملة هناك حرب مع مليشيات تختفي أوساط الناس تستخذ من بعض البيوب الجبلية الصعبة أوكار لها ومن هنا فإن قوات التحالف حرصت عن ضرب مكامل القوة لدى هؤلاء بانتقاءها والبحث عنها لأنها ليست مكشوفة هي متداخلة في أوساط الناس ويحاولوا يخفوها هنا وهنا لكن الحمد لله رب العالمين يعني تمكنت المقاومة الشعبية بإسناد ودعم قوات التحالف وما أنضم إليها من الجيش الوطني أن تحرر فعلا حوالي 75% من أرض اليمن وهذا إنجاز كبير وما تبقى إلا الأقل والآن طبعا المناطق المتبقية هي تعتمل فيها ثورة من الداخل وتعيش حالة رفض للحوثيين وستكون خير سند لقوة التحالف وللجيش الوطني والمقاومة الشعبية عند اقترابهم من هذه المناطق نعم دكتور فيصل العلي يعني بس في عجالة كنت تتكلمنا وضيفي في بلستيديو أستاذ خالد عن دور القبائل اليمنية يعني دور القبائل اليمنية لمساندة المقاومة الشعبية والجيش الوطني نعم هناك دعنا نتحدث عن القبيلة في اليمن في طورين نعم في المناطق الجنوبية وفي إبو وفي تعيز القبيلة ليست بذلك التماسك الذي يتوجد فيه القبيلة مثلا في مأرب وفي البيضاء وفي مناطق شمال الشمال لماذا؟ لأن ثقافة الفلاحين والمزارعين تجعل من كل إنسان له حياته الخاصة وعمه الخاص لكن نحن الآن نرى أن القبائل يعني حوالي صنعاء عملت نموذع يعني تعحد بأنها ستسمد قوات الشرعية ووقع على ميساق شرف والآن الحسين سابق أيضا لفرض وثيقة على القبائل بأنها لا تخف مع قوات التحالف ولا مع قوات الشرعية وقد سمعنا هذا اليوم رفض من قبائل جهران ومن قبائل عنش في محافظة الزمار وهي محشوبة بهذه المحافظة من المحافظة الأولى التي إراء عليها الحوزن فسنجد دور القبيلة مختلف تماما عندما نخترب من صنعه عن دور المقاومة الشعبية التي تكونت ليس من كيانات قبلية في عدن وفي تعز وغيرها الدكتور فيصل العواضي محلل وسياسي يمني شكرا لك شكرا جزيلا سيد خالد العلي أعود إلى استمرار التعييد نحن نسمع بين الفينة والأخرى استمرار التعييد لقوات التحالف في عودة الشرعية ولا أيضا القضاء على المخلوع والمتمرد استمراري أهمية الاستمرار في هذا التعييد والله منذ أن بدأت عاصفة الحزم طبعا هذه عاصفة الحزم كانت مفاجأة للعالم العربي ككل بل للعالم ككل لكن الحمد لله التعييد ربما في البداية كان من أفضل ناس رأيت تعييدهم للمملكة كان موقف حكومة الإمارات الشقيقة ثم أيضا كذلك مملكة البحرية ثم بقيت دول الخليج ثم الآن كل ما تستمر الفترة نكسب المزيد من المؤيد تعييد نعم الآن يعني كثير من الدول العربية أبدت فعلا إعجابها بما تم إنجازه وأعلنت تأييدها لموقف المملكة وموقف الملك سلمان الله يحفظه والمملكة بالفعل في كل يوم تثبت أنها أحد المؤثرين الكبار في العالم وليس فقط في المنطقة العربية ومثل هذا التأييد لا شك أنه يعني يرفع المعنويات ويؤيد وإن كانت المملكة كما قلت لك يعني لم تكن بحاجة للتأييد في البداية يعني كانت عازمة وحازمة في حسم معركتها وفيما فعلته ثم أتى التأييد من بعد كما قلت لك إلا من دائرة ضيقة جدا من أخواننا في دول الخليج هم الذين كانوا معنا منذ اليوم الأول نعم ونحن نعرف دائما يعني لا تكلم أننا نحن سعوديين ولكن كشعب سعودي ولكن أن المملكة دائما تسعى إلى الاستقرار تسعى إلى الأمن لا تريد الاعتداء على أحد ولا تريد أن تتدخل في شؤون الآخرين يعني هذه سياسة من عهد المؤسس الملك عبد العزيز إلى الأهد الحاضر لخدم الحرمين الشريفين الملك سلمان هذه النقطة مهمة يا سيد الرحمن يعني الآن لو نظرنا نحن الآن من الواضح يعني أننا في حالة حرب بالوكالة مع إيران عداوة ظاهرة يعني لو سألت أي منصف من هو المعتدي السعودي أم إيران من هو الذي يسعى للتدخل في منطقة الآخر من الذي يحاول الحاق الضرر بالآخر يعني المملكة لم تصنع لإيران أي شيء وإلا يعني إيران النسيج الاجتماعي مفكك غاية التفكك هناك ثورات في الأحواز هناك الأكراد لديهم رغبة في الانفصال عن إيران هذه من القضايا التي يجب أن تطرح وكثير من الناس معرفونها الأكراد في إيران يريدون أن ننضمام إلى كردستان ويسعون بقوة في هذا الاتجاه العرب في منطقة الأحواز يريدون الانفصال والالتحاق بالعالم العربي الشريحة التي تعيش في الوسط اللي هي يعني الشريحة العلق الفارسي يتميز بمزايا كبيرة محروم منها الشعب لو أرادت المملكة أن تسبب لإيران مشاكل والله تسببها في منتهى البساطة ومنتهى السهولة والمملكة قادرة على الشيء هذا المملكة قادرة على الشيء هذا باديا واستخباراتيا وكل شيء لكن نحن لم نسعى في هذا الاتجاه نحن نريد العالم كله أن يدرك أن المعتدي هو إيران السعودية كانت دائما تسعى نحو السلام نحو الاستقرار نحو الرخاء الاقتصادي لكل مناطق الجيرة بحسب الإمكان وبحسب الظروف المتواتحة صد خالد العلي أعود على بداية هذه الحلقة وقد تحدثنا عن هذا العمل الإرهابي في منطقة نجران الرسالة ماذا تود أن ترسل الرسالة إلى أبناء الوطن الله رسالتي لأبنائنا أنا سبقا كتبتها في مقالة وأنه أقول لهم يا بني لا تكن أضحوك لا تكن ألعوبة بيد من يدعم الإرهاب أو يشجع الإرهاب أو يبث أفكار إرهابية تتحدث عن القتل والتفجير والشعارات التي يرفعونها واحد يظهر يقول أقتل أبوك أقتل أخوك يعني بالفعل ترشاب الصغير اللي بسجد هذا سهل التأثير عليه لكن نتمنى أن تكون الرسالة وصلتهم وأنهم لا ينخدعون بأجنحة المكر إذن مشاهدين أهل الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا من كل شر ومكر وأن يديم الأمن والاستقرار إن شاء الله في هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداء هذه الأعمال الإرهابية وأن يشفي مصابي أيضا هذه العمليات الإرهابية أستاذ خالد الغنامي كاتب ومحلل سياسي شكرا لك ونلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة شكرا لك أخي عبد العوى سعيد لكم ضيفكم شكرا وأنتم مجاهدين الكرام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء